السلام عليكم مرحبا بكم اليوم فيديو جديد حول زراعة اقلامتي اذا متابعنا الكرام هذه الزراعة تعتبر من الزراعة الاحترافية التي لا يعملها الكثير من المزارين اذا شاهدوا هذا الفيديو حتى الاخر لتتعرفوا على طريقة الزراعة الصحيحة واذا اردتم الحصول على نتيجة مضمونة وناجحة 100% فما لكم سوى اتباع جميل الخطوات التي سنقوم به في هذا الفيديو خطوة بخطوة واذا كانت لديكم اي تساؤلات في مجال الزراعة او الزراعة اقلامتين فنحن سنجيبوا عن جميع تعليقاتكم ان شاء الله اذا متابعنا الكرام اذا شاهدتم هذا الفيديو حتى الان لا تنسوا لايك ومتابع للصفحة فقط لنستمر في تقديم المزيد من الزراعات الجديدة والمختلفة وايضا لا تنسوا ان تزورون على قناتنا على اليوتيوب تعليم الزراعة فارميلك ايديكيشن فسوف نترك لكم الرابط في اول تعالى وللزراعة شواب عظيم في الاسلام يقول صلى الله عليه وسلم ما من مسلم زرع زرعا او غرس غرسا فيأكل منه طيرا او انسانا او بهيمتا الا وله فيه اجرا كبيرا وللزراعة التين طريقتين مختلفتين عن طريق العقصان وهي التي نعمل بها الان وعن طريق البدور سنعملها قريبا ان شاء الله وغدا وفي نفس الوقت سنقم بانزال فيديو جديد وزراعة جديدة وسيكون هذا الفيديو سيتحدث عن زراعة الافوكادو من خلال البدور او من خلال الاغصان والان نود ان نعرف من اي بلد تشابعون صفحة تعليم الزراعة مع عبد المولى العماري اذا مشابهين الكرام ما هي الزراعات التي تودوننا ان نقوم بزراعتها فبناء على طلباتكم سنقم بالزراعة ان شاء الله وكما تشاهدون في الصورة امامكم فبالنسبة للخطوات فهي خطوات سهلة وبسيطة سيتمكن كل مشاهد او مزارع من زراعتها بنفس الطريق وايضا وكما تشاهدون في فيديوهاتنا السابقة نحن دائما نعمل لكم طرق زراعية لا تكلفوا الكثير من الوقت وايضا لا تكلف الكثير من الجهد ولا الكثير من المال فزراعتنا فهي زراعات بسيطة وسهلة جدا وتعطي نتائج مضمونة وناجحة 100% لهذا السبب يجب دعمنا بلايك ومتابعة فقط لنستمر في تقديم المزيد من الزراعات المختلفة ونتمنى ان يصل هذا الفيديو الى 10 الاف لايك وان تشاركونه مع اصدقائكم واحبائكم حتى تعمل فائدة للجميع وان يشاهده الكثير من المشاهدين اذا متابعنا الكرام الان قد اقتربنا على نهاية الفيديو نتمنى ان تستفيدونا منه ولو بالقليل والينال اعجابكم اذا متابعنا الكرام كان معكم الاستاذ عبد المول العماري من قناة تعليم الزراع فارم ايديكيشن لنلتقي في فيديو جديد وزراعة جديدة ان شاء الله اشتركوا في القناة